السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا نحدد علواننا اخذنا هذا احمر بس بس انا نشيله بها هروح للأداء دي بتاعت الكتر هما أدتين قاعد الكتر قاعد الكتر قاعد الكتر قاعده اوكي طبعا انا لازم نكون موصف المكنة بتاعت الكتر بلوتر بتاعتي اول ما نخش لوحة القص ان شاء الله بيديني الخيارات دولة ماشي انا عايز اكش نجلوك انا عشان هي مش متوصف المكنة اوكي اوكي ماشي انا كده مش موصف المكنة بس انا مش عايز المكنة بحاجة الا هوريكم مسلا ايه اللي احنا هنعملو فين في الاشكال دي طبعا احنا كده بنعدلو الشكل اهو عايز اكرره وصلت من الاداة دي ان انا بكرر ها شايفين اربع ايه اربع مربعه انا واحد دين تلاتة اربع خمسة ستة ستة ثمانية تسعة عشر احداش خمسة ستة ثمانية تسعة عشر وهلمى جرت كده احنا عارفنى ماذا احنا بنعملوك كده انا بطبع اللولا احمر دي عايز اللولاسود اهو وصلت ادي احمر ودي اسود طبعا انا بيقولي عرض الصفحة دا انا لازم ان اغيره لان انا الصفحة عندي 60 الرو اللي عندي مثلا المكان اللي عندي 60 بكتب 60 وبكتب هنا كام الطور زي ما انا عايز حتى 9 متر 9 900 العشكر دا ما عايز اقليبها الاداة دي اللي هي اللي عليها حرف الف كده انا بجلب الشكل بجلب الشكل يعني شوف يعني دا عكس مراهة يعني ما صلت دي طبعا اللي هو انا عايزاه طبعا عزاه من ايه زي من اعايز طبعا هنا عشان ما هتدرش في المساحة فبعمل له كده وبزوه دا واحد كده ايه كده دول عشرين طبعا هي عشرة في سبعة بعد كده الحاجة اللي هو قف عليها طبعا لازم اغير ايه كل حاجة بحاجتها بدوس له سند بدوس ايه سند بدوس ايه سند بدعم عشان المطنة مش متوصفة مش هيرضا ايه ايه بعتلي السند طبعا هنا دي المساحة بين كل واحدة بس انا خليها تلاتة مل دي حدوده دي حدوده الصفحة وصلت هتسيب من هنا من هنا مثلا كام سنتي انا هتسيب ثم سنتي او سنت ونص وخليها سنتي هاشي هنا وهكذا الامر وصلت وصلت طبعا هنا بنجيب التباعد على اموم انت ممكنت لبرنامج ايه كتيره معاك كده ما تخش انت في لوحة القص هتشتغل زي ما انت عايز بكده هاشوف الابشن هنا هاشوف الابشن هنا هاشوف الابشن هنا مثلا بدمك اللونين ها هادي الحواف اللي بتدوه هادي الحواف اللي بتدوه عايزة وصف المكنة اللي بتاعتك انت بنتوز هنا وبتختار ايه نوع المكنة يعني في مثلا هنا الميماكي طبعا اشهر مكنة انا طبعا بوصف على الميماكي لو عندك مكنة صين هتوصف برضا عليه على الميماكي وتقول له نكست ها نكست وتختار مثلا الكابل اذا كان عندك يوسي بي بي تايل الكلام ده بتختاره من هنا انا عشان مش موصف المكنة وبتقولك انش خلاص بس وارجئ ان الفيديو نول اعجابكم وكده انا وريدكم ازاي انت بتبعت الونين ولن واحد وهكذا الامر وبتزوز انت على حسب من الادادي بتزو ده زي ما انت عايز عايز عشرة بتروح نازله اها عشرة وبرط الاحمر ازم عشرة اها بيجيلك الاحمر عشرة برضا على القول عامة تاً بكده انت عرفت ازاي تبعت الونين على المكنة بدون ادنى حاجة وانت واجف على صفحتك بس وانت واجف عليه وانت واجف على الصفحة نفسك مغير ما تحول ومغير بتاعك طبعا الدرس اللي فات اللي انا شرحت لكم فيه الادادي وايه اللي بتعمله مراجع سريعا اكاد ما وضفت على الاوبشن بتاعي وازبط كده وباكد له صح انت كده مش عايز من انا اي حاجة بس نرجع اشترك في القناة وشير الفيديو عشان تستفيد وزا عجبك الفيديو لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته